الحياة من أجل تحياها بخير عشبه من غير تلقى دنيا غير بينما هو يمشي إذ سمع صوتا رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بنفس الملك الذي جاءه بحراء خر هاويا على الأرض ثم هرأ إلى زوجه خديجة مستصرخا زملوني زملوني ساعتها أيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجزة فهشر قم فأنذر أهلك وقومك والمشركين الذين يقولون أن مع الله آلهة أخرى أنذرهم أن لا إله مع الله وأن محمدا رسول الله قم فأنذر التاجر وهو يبيع ويشتري أنذر الفلاح وهو يحرث أرضه أنذر المعلم وهو يشرح درسه أنذر الطبيب وهو يكتب وصفته لمريضه قم فأنذر الشاب وهو يصهر يتابع مباراة لكرة القدم أنذر الفتاة وهي تقف أمام المرآة أنذرهم أن أعمالهم أقوالهم كلها مكتوبة عليهم وأن ألتنتهم وأيديهم وأرجلهم ستشهد عليهم يوم القيامة بما كانوا يعملون قم فأنذر وربك فكبر لا تكبر غير الله لا تخطع لغير الله فلا أحد سيقف معك أو ينصرك يوم القيامة إلا الله قم فأنذر بيوم الحساب قم فأنذر الإنسان وأخبره أن فصول القصة لم تبدأ بعد وأن الحقيقة الكاملة ليست ما يراه بعينيه إنما القصة ستبدأ في أول ليلة يقضيها في قبره برزخ ملكاني بعث حشر صراط فإما إلى جنة وإما إلى نار قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر الحياة من أجلة أحياها بخير عشقهمهم الغير تلقى الدنيا غير تلقى الدنيا Verfيد تلقى الدنيا